مشاهدين سنتطرق الآن إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن الاتحادات الطلابية والتي تعتبر مدرسة سياسية بامتياز يتعلم فيها الشباب فنون الانخراط في العمل السياسي الجماهير وكذلك التعامل مع الجمهور والترويج للأفكار والبرامج الانتخابية مما يجعلها الحاضنة الأولى للتدريب السياسي الانتخابات الطلابية ما هي إلا نموذج مصغر للحالة السياسية في المجتمع الكويتي ففهم الطالب لهذه العملية الانتخابية يؤثر إيجابا على تكوين الوعي لديه فيما يخص الحياة النيابية سواء كان نخبا أو مرشحا في المستقبل المحيط الجامعي هو مجتمع مسقر من المجتمع الخارج الانتخابات الطلابية أو الحركة الطلابية الكويتية متمثلة في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت هي لها ساس وبصمة رائدة في صناعة التاريخ السياسي وكذلك الدفع لصناعة قوانين وقرارات شعبوية فالطالب هو جزء من هذا المجتمع فإذا كان هذا الطالب جزء من هذا المجتمع فعلى الأستاذ الجامعي أن يبين لهذا الطالب كيفية الاندماج طريقة الاندماج الآلية التي من خلالها يستطيع الولوج إلى الشأن السياسي والشأن الاجتماعي ولربما الشأن الاقتصادي أيضا كذلك على الأستاذ الجامعي أن ينصح الطلبة وأنا واحد من هؤلاء الأساتذة الذين ينصحون الطلبة بالابتعاد عن التعصب بالابتعاد عن العنصرية والابتعاد أيضا عن الطائفية لأننا مجتمع كويتي لأننا نسيج كويتي متكامل إبداء الرأي واحترام الخيارات الانتخابية وإقامة المناظرات السياسية في فترة الانتخابات الطلابية سيسهم بلا شك في تنشئة سياسية صحية وممارسة انتخابية صحيحة بلا شك أن هناك اختلافات بالأفكار وليس خلاف وهذا الاختلاف أنا أراه بأنها بذرة جيدة حتى نخرج في نتاج توافقي إصلاحي يخدم المجتمع الكويتي ويخدم بلدنا الكويتي سواء إذا كان مرشح أن ينظر إلى هذه الانتخابات كيف يستطيع الطرح كيف يبين وجهات النظر كيف يستطيع أن يبين الرؤية التي من خلالها يريد أن يخدم هذا المجتمع وكذلك بالنسبة للناخب يستطيع من خلال الدخول في هذا الانتخاب إلى بيان ومعرفة المعايير التي من خلالها يستطيع اختيار الأمثل إذن الحراق الطلابي في المحافل العلمية بات يعتبر المكان الأمثل لرفع مستوى الكفاءة والمشاركة في الديمقراطية وزيادة الوعي السياسي لدى الطلبة